مرحبا مرحبا بكم في قناة جيم سبير الانجليزية النهارده امتحان الاسكندرية الا امتحانوه الا انجليزي التاني بتاريخ النهارده. الى امتحان على وقته من عمل مدراستي. خلاص? لو انت عندك امتحان. في محافظة تانية هتلاقي الامتحان بتاعك متشابه للمحافظات اللي انا شرحتها قبل كده في الفيديوهات اللي انت هتلاقي اللينك بتاعها تحت الفيديو. يعني لو انت عندك انتحان انجليزي لازم تتفرج على فيديوهات المحافظات بتاع تلتة اعدادي العشرين واحد وعشرين اللي انا نشرها على القناة. اوكي? وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتقول لنا رايك في الكومنتاج. بليس سبسكرايب ومي تشانل توقيت ومي فيديوز. ان ليس ستارد. انسر الكزاندريا اجزام ناقل. اوكي? ليس ستارد. سلما بتقول للمونا. يبقى هما اللي تنير بيخططهم لرحلة او نوزها الخلوية. سلما بتقول. احنا عندنا. نخطط البيكانيك رحلة بكرة. تيجي معنا. قلت لها ايد لاف تو. ايد لاف تو. وقالت سألها سؤال. وقالت لها تو المنتزع جاردن. يبقى اكيد سألها هتروفه فين? واخدنا وديو لايك للفودي. حشان المكان. قالت لها واو. وقالت لها حاجة. قالت لها واو. ايتس اميزنج. واو ايتس أميزنج. واو ايتس فانتاستيك. اوكي? او ايتس ضد. او ايتس اوكي. سألتها سؤالت لها بتقول لها النشرة الجوية بتقول ان الطاقس ممتع يبقى تقول لها What is the wizard like today? What will the wizard like be? What will the wizard like? What will the wizard be like? What will the wizard be like? How is the wizard like? How will the wizard be like? Okay I hope we will enjoy our time أنا بتمنى ان احنا نستمتع بوقت ممتع قلت لها thank you very much أو قلت لها I hope too Okay What would you say in each of the following situation You wanted to know your friend's opinion about the Kyro Tower عيس كارا فرائي صديقة في برج الكهرة تقول له What is your opinion of Kyro Tower? What do you think of Kyro Tower? ماذا اتعتقد في برج الكاهرة Your brother drank so much coffee yesterday أخوك بيشرب قهوة كتير مبارك تقول له ايه؟ تقول له ما ينفعش تشرب قهوة كتير تقول له You shouldnt have drunk so much coffee You shouldnt have drunk so much coffee أو تقول له ينبغي ان لا تشرب قهوة كتير وممكن تقول له If I wear you I wouldn't have I wouldn't drink so much coffee Okay أو تقول له You don't Don't drink so much coffee Don't drink so much coffee You want to ask your father if he likes his job عايز تسأل ابوك والدك ان هو بيحب وزفته ولا تقول له Do you like your job? Do you like your job? تحب شغلك? خلاص تعالوا نشوف القطعة اللي جات فيه امتحان اسكندرية أوكي قلنا الامتحان انا وقده من الجوجل كوروم من موقع مدراستي تتعلم الأنهاء يعني في الشتاء فى الشتاء الحيوانات والطيول بتسافر مئات الكيلومتر للأماكن اللي فىها مراخ دافئ وطعام كوي تحب بحيوانات الفيور آآ الرحلة دي بتتكلف سنين طويلة بولك من الشيء ان انت بتشوف الطيور على المباني والاسلاك التليفونات اللي بتسافر منها من خلالها مسافات طويلة الاماكن علشان تسافر لأقدم الصيف والشكر يعني لما ما تعرفش هما بيروه فيه بيقول ان هما بيستخدموا الشمس والنجوم علشان النافجاشن الابحار معرفة الطريق فينا بعض الناس بيكونوا انه الطيور بتعتمد على الاحساس بتاع حسة الشمع عشان يشوء يعرفهم طريقهم بعد حونات الطيور بتسافر مئات الكيلومترات اللي هي الحوت الازرق حوالي عشرين كيلو متر خلاص عشرين الف كيلو متر تعالوا نشوف الاسئلة ونحن ماشي تعالوا نقرأ الاسئلة الامتحان طبعا مش واضح قوي قلنا بسبب الجوجل كروم خلاص بيقول لبعض الطيور والحيوانات بتقضي الصيف والشتاء في اماكن متالفة والسؤال الثاني هل تعتقد من رحلتهم الرحلة دي عظيمة؟ والسؤال الثالث واتزا سيربرايزنج اباوت زا بلو ويلز وايه المدش في البلو ويلز الحتان الزرقة؟ يبقى في السؤال الثالث عايز يعرف الحتان الزرقة والتاني اللي يعرف الرحلة دي عظيمة ليه؟ والاول بيقول اسبنزل وينترز انت سامر اندفرنت بس اللي هما بيقدم الصيف والشتة في اماكن مختلفة تعالوا نقرأ نرجع للقطعة تاني ونشوف قلنا علشان هما بيسافروا مسافات طويلة ليه؟ علشان الاجابة في السطر الاولاني خلاص؟ طب ليه هما ليه الجرني بتبقى عظيمة؟ ليه الجرني بتبقى عظيمة؟ ليه الرحلة بتبقى كبيرة يعني قلنا لقلنا لقلنا السؤال الثالث اللي هو البلو ويلز البلو ويلز هب بينهم الفين عشرين الف تونتي ساوزند كيلو ميترز تونتي ساوزند كيلو ميترز خلاص؟ كده جاوبنا التلت اسئلة الاولانيين خلاص؟ السؤال الرابح كده جاوبنا لقى سئلة القطعة تعالوا نشوف السؤال الرابح في القطعة قلنا بيستغوموا الشمس والنجومة علشان النافيجيشن زي عيدة على مين؟ زي تعالوا نرجع تاني ونشوف زي عيدة على مين في القطعة؟ ساينتستس 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 هون طغوع هان مان كل东 اذا نرى تحرارك درائين تحرارها علشان الناس هي تبقى خلاص? تعالوا نشوف القصة قلنا قلنا اللي عاملة زي الوردة قالت لي جيري ان انا هلعيلك شغل علشان انت بتساعد الناس لو احتاجتني لانك بتساعد الناس الفقرة خلاص اللي بتحد الحصنة بتاعتها اللي هي تستخدم الريمز وزا بيت شمان هو صوت بلاك بيوتي الرجل الغني اللي هو اشترى البلاك بيوتي ولا بووش جيري السن ولا هو ابن جيري قلنا هاري هو ابن جيري خلاص يبا هاري ووج جيري السن ترافلتوا بس وناترين اللي سافر في العطر لا طبعا ميستر بيري هو اللي هو وزا ريتشي مان الرجل الغني اللي اشترى البلاك بيوتي هو اللي ملاك ملاك شد Cat اللي الملاك بيدفعوا فروس رهه لها في جينجر قلنا لان جينجر ضعيف ومريب ازاي تعرف ان مستر جيري بيعتنب الاحسنة قلنا ان هو عم بقصة ايه وكمان هو وكمان هو طب وكمان هو بيعتنب الاحسنة ان هو رفض ان اتكلمت اتكلمت الاحسنة اتكلمت الاحسنة اتكلمت هاتب لو انت جريت بسرعة بيحسن ميستر جيري ميستر جيري كودنت كودنتو جو فاست دينتو جو فاست دينتو جو فاست فول اكسترا ماني بكوز هي وانتو جاست اوفيز هورس لانه بيحب راحة الحسان بتاعه تعالوا نكمل ونشوف سيت يعني مقعد يبقى ابو كسين يحجز المقعد ده زلك البويو سفيري افتر اسبراسا بروكي ستوري الولا حس بقى ما كسر اما ابو كسر لاحبه يبقى حزين غضبان انجري كلهم سعيد ما عادة انجري غضبان انت بقى انجري كاندا يستقيم انتو جيد فيها سيره قلنا كاندا انجري كادا حزين written كامله اما اهم شي سيقيم او او الاسبشالي فاست الشيخيزница او شي سيقيم مقامل سوف اضعي للمسطن تسمي الواحده تسمي الواحده تسمي الواحده تسمي الواحده تسمي الواحده يعني يستخدم الادفرب اللي واقس بش ياليه خاصة البرد The study of the stars دراسة النجوم قلنا النجوم مش الكواكب النجوم هي الاسترولو الاسترونومي ولا الاسترونومار ولا الهيستوري ولا الارتست The study of the stars هي الاسترونومي استرونومي استرونومي اللي هو علم الفلك لكن استرونومار اللي هو علم الفلك هو عايز هو الدراسة يبقى الدراسة هو علم يبقى نختار علم The students have to see the teachers after the class يبقى arrange to the teacher arrange to see the teacher رتبوا انه ما يشوفوا المدرس ولا طوروا من اللي اعلنوا ولا طوروا رتبوا زي سفينكس the famous زي سفينكس the famous زي سفينكس monument زي ما جات في الامتحان اللي فات ابتحانة ديزل رتبوا قطك أمي قالت لي استخدم order تبقى my mother ordered me to tidy my room my mother ordered me to tidy my room استخدم or school has one مدرساتنا فازت بالمناهة بالمناهة فاسعة استخدم تلمة ابدأ بالمفعول has been has been one لانه عايز استخدم been خلاص السؤال التالت i was in so i didn't go to school عنا كنت تعبان ده السبب هتقول لو لو ايه الجملة ماضي هتستخدم الحلقة التالتة تقول لو ما كنتش مريض كنت رحت المدرسة if i hadn't been ill i hadn't وجبت التصريف التالت من وص تبقى بين الجملة دين المطفقين if i hadn't been ill i would have gone to school if if i if i if i hadn't been ill i would have gone to school اختبار اغراف عن السمارت فونز السمارت فونز الموبايل او التابلت الحديثة هتقولوا السمارت فون is the important سمارت فون زي التابلت كده يعني السمارت فون is the most important invention in our in the world we use سمارت فون to communicate with people we use social media to talk with friends to chat with my friends i use youtube to watch videos to learn languages okay i use instagram to share my photo to share my photos i use twitter to tweet to tweet my stories smartphone is important for us smartphone is useful but on the other hand it's useless it's very bad اوكي يعني قلنا مميزات وعيوب السمارت فونز thank you guys and welcome you on my channel وهعيد عليهم تاني if you want to revise your exam revise my videos for prep 3 for governorate يعني راجع الفيديوهات بتاع تلتة اعدادة المحافظات 2021 هتلاقي على طول انها متشابه في الامتحان بتاعك اي امتحان من المحافظات اللي جاية خلاص thank you guys and good bye اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة